ان شاء الله مودست يكون شوفنا حسين الشاحات مع موسيماني غير مع كولر شوفنا كل اللاعبين كريم فؤاد مع موسيماني غير مع كولر اللي قاله كمان مرسيل كولر في المؤتمر الصحفي عن مودست تحديدا قال انه قاعد بقاله فترة ده الكلام اللي كنت بقول لحضراتكم وان دي اول مباراة ليه مع النادي الاهلي يعني هو لسه حتى لم يحفظ اسماء لاعبيه او زملائه لكنه صنع اكتر من فرصة للتسجيل الاجمل من كده الحقيقة حالة الانسجام الواضحة والروح العالية عند كل اللاعبين اساسي او غير اساسي روح واضحة قوة بصوا على الاحتفالات وشوفوا الاهداف وشوفوا احتفالات اللاعبين بينهم وبين بعض عودة كريم فؤاد عودة المصابين خلال الفترة المقبلة النهاردة كريم بيسجل من جملة تستمتع بيها الحقيقة وانت بتتشوفها وتتفرج عليها السست بالكعب من احمد عبدالقادر اللي كان له قعدة وجلسة مع الراجل زي ما حضراتكم شايفين هي الكرة قدامكم يعني حاجة جميلة جدا وحاجة حلوة يعني الكرة دي سهلة ان هي تيجي في ايد محمود جد ويمسكها سهلة ولكن ربنا بيقول الكريم فؤاد انت صبرت ست الشهور وبالتالي ربنا بيعوضك شايفين اللاعبة كلها بتجري عليه واللعبة كلها الحاجات دي خلي بالحضراتكم الحاجات دي بيتبان من اول يوم خدوا لحضراتكم اللي حضراتكم شايفينه ده انعكاس لما يحدث في غرفة الملابس دايما لما باجا تكلم عن غرفة الملابس بقول ان هي الاساس في كل شيء قط اللبس هي الاساس في كل شيء